يا مساء الخير و أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة و سادسة بداية تحية لكل أهلوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة معنا أنا عارف أنه ردود الأفعال بعد التعادل الأخير مع المصري مؤلمة ويمكن أي تأثير لأي كبوة أو أي سقطة في التوئيد ده بيكون عصارها مضاعف لأنه أنت مش بس خسرت النقطتين كانوا فيه أو مش هقول خسرت أنت فرطت في النقطتين كانوا فيه المتناول لكن كمان ده بيزود شوية من حالة التوتر والقلق خصوصا أنه إحنا بيفصدنا أسبوعين عن بطولة كاس العالم وده الهاجس الأول ده البطولة الأهم بالنسبة لجمهين النادي الأهلي في التوقيت الحالي صحيح أنك مازلت في الصدارة بعيدا عن فيوتشر اللي في المركز الثاني بفرق أربع نقاط وبعيدا عن الزمالك في مركز الثالث بخمس نقاط كان بإمكانك وبمتاز سهول أنك أنت توسع الفرق ده لكن لينا وقفة ولينا كلام وهتكلم تحديدا أنا مش عايزة أعيد وزيد في كلام يمكن تكونوا سمعتوه كتير في الـ 24 ساعة الأخيرة بعد انتهاء المباراة لكن لازم يكون لينا وقفة ولازم نرد أو نحاول نشوف هي الناس زعلانة ليه الجمهور الأهلي زعلان ليه بس قبل ده كل تعالوا نروح للأهم مشوار الأهلي في كاس العالم وقبل ما استعدد معاكم خريطة المشوار خلينا نتفق أن كل مطشاط الأهلي في بطولة كاس العالم لازم تكون صعبة كل الفرق بتشارك في البطولة دي وعندها طموح مهما كانت إمكانياتها وخصوصا طبعا أنك بتبتدي مشوارك مع أوكلين سيتي أكتر فريق مشاركة في البطولة دي يعني أوكلين سيتي في المركز رقم واحد من حيث عدد مرات المشاركة وراء على طول الأهلي اللي بيشارك للمرة التمنة تعالوا مع بعض نستعرض مشوار الأهلي في البطولة ومن حصن الحظ ودي وجهة نظر يعني دي مش معلومة دي وجهة نظر شخصية بحتة تختلف وتتفق معاها كما شيء لكن أنا بشوف أنه المباريات الأسهل نسبيا هي اللي جات من حظ النادي الأهلي وبالتالي أملنا كبير جدا في النسخة اللي جاية من بطولة كاس العالم البداية وانطلاقة المشوار الأهلي هتكون يوم واحد فبراير أمام أوكلين سيتي وهنا خليتفق أن دي المباراة المفتاحية أعتقد أنه فرص الأهلي حسبيا ورقميا ومن حيث الإمكانيات ومن حيث القدرات ومن حيث الخبرات في الأرقام والإنجازات حيث في البطولة طبعا كافة الأهلي أرجح بكتير من أوكلين سيتي خلينا نتفق نقولنا كل المطشط صعب أنا بكلم أنه مطشط الأهلي ممكن تبقى أسهل نسبيا نسبيا لكنها مش معنى أنها مطشط سهل لو إن شاء الله بإذن الله نجحنا في تجاوز أوكلين سيتي هنتأهل للمباراة التانية أو للجولة التانية ودي هتكون بعدها بتلات ايام وتحديدا يوم أربعة فبراير هنواجه سياتل ساوندز فوتبول كلاب الأمريكي وأعتقد برضو أنه مقارنة يعني مشوار الأهلي في البطولة ومقارنة بالمطشط اللي اللعبناها لا اللعبناها مطشط أصعب من كده بكتير وبالتالي تعتبر إلى حد كبير برضو مواجهة مفترض أنها في المتناول لا مش معنى أنه مطشط سهل أكيد مطشط صعب لكن بقول أفضل بكتير ما تقابل فلامينجو أفضل بكتير ما تقابل الهلال أفضل بكتير ما تقابل ريال مدريد لو نجحنا في تجاوز سياتل ساوندز هنا تأهلنا مباشرة للدور قبل النهائي على الناحية الثانية الوداد المغربي هيلعب الهلال في الدور قبل النهائي والفايز منهم هيتأهل لمواجهة مين؟ فلامينجو البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي ثم إذا ما فازل أهلي على سياتل ساوندز إن شاء الله يبقى هيتأهل لمباراة يوم 8 فبراير في مواجهة ريال مدريد مباراة الدور قبل النهائي كده الفايز من الوداد والهلال هيلعب فلامينجو في الدور قبل النهائي والأهلي بإذن الله إذا ما تجاوز أوكلين سيتي وتجاوز سياتل ساوندز هيلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي ودي طبعا العقبة الوحيدة قدام الأهلي أو العقبة الأكبر والأصعب قدام الأهلي عشان يقدر يكسر أو يتخطى إنجازاته لحقها قبل كده بالفوز بالثلاثة برونزية إذا ما نجحت في فوز على ريال مدريد هنا بتوصل المباراة النهائية لأغلب الظن يعني هتكون في مواجهة واحد من ثلاثة مش هقول مين فلامينجو الهلال الهلال السعودي الوداد المغربي وهنا أعتقد تبقى فرص الأهلي كبيرة جدا لكن طبعا شرط تجاوز ريال مدريد وقبل الريال عندك سياتل ساوندز وعندك أوكلين سيتي هنتكلم عن قراءة كاس العالم والمشهر اللي هيبدأ فيه خلال أسبوعين وهتكلم وليه وفا طويلة في حلقة النهاردة هتكلم في كتير من الملفات والموضوعات المرتبطة بأداء الأهلي ومرتبطة بالتحكيم ومرتبطة بالصفقات كل ده هيكون معنا في سادسة بس قبل ما نبدأ حلقتنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم إحنا قبل ما نبتدي كلام بس لازمنا متفقين إحنا إيه أكتر حاجة همنا؟ أكتر حاجة همنا مصلحة الأهلي وأكتر حاجة بتحركنا أنا أتكلم كجمهور مش بس أتكلم كواحد بيشتغل في قناة النادي الأهلي أو بيقدم برناميك في النادي الأهلي أتكلم كجمهور كمان إن إحنا نبقى متطمنين على فرقاتنا ومن الوارد جدا أنك أنت تتعد السيتي النهاردة السيتي بجلالة أدرو خسر قدام اليونيتد برايتون وأنا يمكن قبل ما أدخل علىها وكنت متفرجة على ليفر بول وبرايتون برايتون واخد يعني زي ما احنا بنقول كده واخد ليفر بول جاسيل وماكو أتكلمكم على فرق أبطال فرق أخدت ألقاب كبيرة فرق دايما مصنفة على أنها رنج نمرة واحد يعني A-class فمن الوارد جدا ويعني بلغوني دلوقتي أن مع بداية الحلقة برايتون متقدم 1-0 فهي الخسارة عموما وردة في الرياضة ومفيش فريق بيكسب على طول طيب هل إحنا خسرنا الصدارة مثلا لا ما حصلش هل الفرق ده ما حصلش لأنه المواجهتين اللي قابلك على طول مباشرة للمنافسين المباشرين خلصوا تعادل يعني Future Pyramids الزمالك دول التلاتة القرائبين منك في الجدول أو اللي يعني تقدر تقول أنه هما ممكن يكونوا بينفسه ممكن يكونوا بينفسه فالمواجهات اللي تلعبت قابلك على طول Future تعادل مع Pyramids والزمالك تعادل مع الاتحاد فبالتالي الفرق ما دقش طيب هل تعرضت لخسارة هتكون الأولى في الموسم ده برضو ما حصلش طيب السؤال هنا إيه سبب رد الفعل الكبير ده يعني ليه الناس زعلانة قوي كده ليه الناس متوترة قوي كده وقلقانة قوي كده لو عايزني أقولك التحكيم هو سبب في التعادل أنا قاسف جدا مش هقولك كده رغم اعترافي أنه التحكيم مش بس في المطش ده في مصر عموما يعني الواحد دايما اللي بديه كلمة على التحكيم بيحاول يبقى بيحسس بيطبطب لأنه التحكيم المصري واحد من أهم عوامل نجاح المنظوم وإحنا يهمنا برضو أنه مسابقة الدولي المصري تبقى مسابقة محترمة لها سمعة طيبة مسابقة قوية وإذا كان التحكيم بيتم التشكيك فيه صباحا مساءا نهارا جهارا يبقى بالتأكيد ده ضربة في مسابقة الدولي أنا قلت في بداية الموسم أنه الموسم ده تحديدا بمقدماته عامل التحكيم وعمل الإجهاد وعمل الإصابات مفترض أنه يكون غير مؤثر على الإطلاق في مشوار نادي الأهلي وإذا كان التحكيم بيتربص بيك أو التحكيم ضدك أو التحكيم بشكل مباشر أو غير مباشر سبب في عدم تكافؤ الفرص في المسابقة الدولي عامل سلبي يعني فعليك أنك أنت تكون جاهز ده نصا كده قلت مش هيحسب لي ضرب الجزاء هجيب جول هيلغي لي جول هجيب جول مش هيتعامل مع العنف الواضح والممانهج ضد العابة النادي الأهلي أقدر برضو يعني تقدر تحيّد عنصر التحكيم لكن في النهاية منظومة التحكيم في مصر حد سؤال حرك واسأل نفسك كمشجع كده في بداية كل مطش للنادي الأهلي لما بتشوف اسم الحكم أو بتشوف كادر بيظهر فيه الحكم على شاشة كم مرة بتقول الحمد لله وكم مرة بتقول يا ساتر السر يا رب ربنا يعدي اليوم ده على خير القاعدة بقت إيه والاستثناء بقت إيه الاستثناء في مصر أنا يعني ممكن يعني كان نفسي أقول حكمين ثلاثة بس مش لاقي ممكن يبقوا حكمين من غير ما أقول أسمائي لحد ما اللي تقول إيه لا يعني النهاردة الحمد لله إنه الحكم ده هيحكمنا المبارادي ما عدا ذلك على طول في علامات تفهام ومش بالمناسبة مش الأهلي بس اللي بيشتكي تقريبا تقريبا كل أعندية الدورة بتشتكي من التحكيم اللي شفتم بارح نموذج على الفساد أو الفشل يعني ما تقدرش تصنفها برا الحتتين دول إما فاسد وإما فاشل لأن في حاجات معليهاش خلاف وإحنا مش بنتكلم على حكم واحد نحن نتكلم على حكم ومنتكلم على حكم مساعد أول وحكم مساعد تاني وحكم فار قاعد بيتفرق في الكنترول أو في قط الفار على الألعاب اللي ما يختلفش عليها اتنين اللي ما يختلفش عليها اتنين تصريحات كابتن جمال عبد الحميد بالمناسبة بتأكد على فكرة الفساد وأتمنى لأننا مش عارف مين بيحسب مين بصراحة لكن يبدو أن كل حاجة بتمر مرور الكرام ومحدش بيحسب حد هنا في مصر في الوسط الرياضي كل حد بيعمل ما بداله ومحدش بيتحرك ومحدش بيتكلم ومحدش بيحسب ومحدش بيقول لي مين أنت بتعمل إيه وإزاي لكن التصريحات دي فيها شبهة فيها اتهام واضح مش شبهة فيها اتهام واضح وصريح لحكام مصر بالفساد من أول كلاتنبرج اللي الناس قالت أنه وانا كنت من الأصوات اللي بقول ليه ما نجيبش خبير حكام أجنبي يدير المنظومة علة وعسى لكن يبدو أنه ده كان رهان خسران كمان يعني ما ينفعش تجيب بيب جوارديولا يدرب مركز شباب مش عارف إيه وتقول له هاتلي بطولة الشامبيونز ليج ومش هيحصل هي القماشة غالبا كده يعني الإمكانيات كده للأخطاء في منتهى السزاجة وتبدو في أوقات كتيرة جد يعني مبارح فيه أخطاء واضح واضح مش محتاج دليل مش محتاج برهن على ده إنها موتة عمدة ضد النادي الأهل والأسوأ من كده إنه فينا إثبت برر ده اتهام كابتن جمال عبد الحميد لأحد الحكام إنه هيكشف عن وقاع فساد بيقوم بيها كلاتنبرج عشان يحسم الدوري الأهلي ده شيء أستدعي التحقيق على فكر أنا هو أنا بكلم على قناة نادي الأهلي لازم كابتن جمال عبد الحميد يتم التحقيق معاه ويتعرف اسم الحكم اللي قال للتهمات دي إذا كانت صحيحة ولا لأ ده تشكيك في لجنة الحكام بالكامل في حكام مصر بالكامل من كلاتنبرج مرورا بقى بكل أسماء الحكام اللي إحنا هو طبعا لم يجرؤ إنه هو يذكر اسمه لكن إذا كانت الواقع حقيقية فلابد كمان استدعي الحكم ده للتحقيق معاه في التصريحات دي دي نقطة لو تقول لي بقى قصة إنه أصل مصر كان بيضاع وقت وجد مش عارف كان بينام بالطول وينام بالعرض يعني ده شيء يا جماعة خلينا نتفق ضريبة إنك تكون فريق بطل إن كل فريق بيقابلك حيلجأ لكل الطرق المشروعة وغير مشروعة عشان يحاول يسرق منك الناس دي مش جاي تلعب كورة يعني المنتاليتي دي نحن بكلم على جدل واحد نحن بكلم على أي حد بيطبق المنهج ده فكرة إنك أنت جاي تسرق إنك أنت جاي تخطف نقطة إنك أنت جاي بمنطق العاجز أنت ضعيف وعارف إنك ضعيف أنت بتحاول تسرق من النادي أنت بتحاول تسرق من البطل نقطة فبالتالي بتلجأ للكورة وغير الكورة ده هنقابله كل يوم وفي كل حتة مع المصري ومع غير المصري هو ده منطق اللي مش قادر ما عندوش ما عندوش كورة فهيدربك وهيضيع وقت وهيلجأ لكل طرق اللي احنا عارفينها عشان يحاول يخطف نقطة ويبقى سعيد جدا طلع من المطش في نهاية المطش فيه منتقى السعادة وحق وهو حاسس قناعته الشخصية إنه عمل إنجاز هل ده هو اللي ضيع أو هو ده اللي خلنا نفقد نقطتين في المباراة بالتأكيد برضو لا وهيحصل وهيتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشر ماذا لو ويسأل نفسك السؤال ده لو كورة مجدي أفشا وحسين الشحات كانت خلصت جون أو كورة شادي أو كورة شريف أو كورة فتحي هل كان هيبقى نفس رد الفعل وهل كانت تبقى نفس المعاناة ولا لابا على كل أحوال كلامي مستمر معاكم بس أنا عندي مجموعة من الأخبار مهمة النهاردة الأهلي راحة من التدريبات بكرة إن شاء الله نرجع لتمرن حد واثنين لغاية ما نوصل لمواجهة سموحة إن شاء الله المهمة جدا والفاصيلة في كاس مصر مستر كولر قرن أنه رايح الفريق النهاردة ويرجع بكرة إن شاء الله يستقنف تدريبات مرة تانية بمناسبة كاس العالم برضو بما أنها تديت الكلام على كاس العالم كان مفترض أنه رحلة الأهلي للمغرب تبدأ يوم 28 بس مستر كولر طلب أنه الرحلة تتأجل لمدة 24 ساعة وإدارة النادي الأهلي استجابت لي وبالتالي معاد سفر بعثة النادي الأهلي إن شاء الله للمشاركة في منذها الأندية هتكون يوم 29 يناير إن شاء الله وبعد كده نبدأ رحلة ساعدات هناك لمواجهة أوكلن سيتي يوم واحد من أخبارنا بكرة إن شاء الله حفل توقيع عقد رعاية جديد هو الرابع لهذا الموسم للنادي الأهلي بعد طبعا ما سبق التوقيع مع شركة اتصالات مصر كراعي رئيسي وتكنولوجي وبنك فاب مصر وشركة جي أل سي بكرة إن شاء الله هيكون توقيع رابع عقود الرعاية مع شركة المراسم لتطوير العمراني وده طبعا في حضور مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وسيد خالد بن لدي رئيس مجلس إدارة شركة المراسم كل التوفيق للأهلي وأعتقد أنه مازال في يعني الأيام القادمة سيتم الإعلان عن مزيد من الرعاة للأهلي في المواسم الجديدة طيب خليني أفصل شوية عن الكرة في مصر واروح للأشقاء في السعودية عشانين كنت أكلمكم على آخر حلقة يوم الأربعة لتابعنا كنا بنتكلم على فكرة إنه فيه احتمالية انتقال ميسي للدوري السعودي والحقيقة هو مش نادي واحد هم ناديين يعني كنت أكلم على إنه هلال فتح باب المنفاوضات مع ميسي كده فكرة جس النبض إيه الأخبار تيجي تلعب في السعودية ولا إيه الدنيا وخصوصا بعد مران والدو جيه طبعا لكن الأمور يوم بعد يوم بتقول إنه فيه تفاصيل كتير إنه مش بس الهلال لكن كمان اتحاد جده اتحاد جده تقدم بعرض لإخار خي ميسي والد لايو ميسي اللي توجه بالفعل للسعودية عشان يناقش تفاصيل عرض عرض قيمته كان بقى 350 مليون دولار 350 مليون دولار في السنة في الموسم الواحد علا وعسى إنه ينجح في إقناع لايو ميسي بالانضمام للاتحاد جده السعودي على كل أحوال هنتابع الصفقة وهتكلم فيها برضو بتفاصيلها النهاردة لكن خليني لازم أوجه تهنئة لمنتخب مصر الكورت اليد اللي مفرحنا واللي مشرفنا نبارح عرضة أكتر من رائع يعني هي كورت اليد الحقيقة شيء عظيم شيء يقولك إنه في الرياضة كل شيء ممكن بس يكون فيه إدارة فهمة إدارة وعية عندها خطة عندها رؤية عندها قدرة على التنفيذ عندها قدرة على إدارة المنظومة بشك يوصل الكورت اليد في مصر للمكان اللي هي فيها بطل عظيم فريق بطل فريق يعني أقول زي ما أنت عايز تقول مبارح طبعا مصر كسبة كروتيا فريق كبير 31-22 في بطولة العالم مبروك لأبطالنا مبروك لنجمنا شرفتونا ورفعتوا راسنا وبإذن الله القادم أفضل عندنا مطش مع المغرب مطش مع الكانونيات المتحدة الأمريكية وأعتقد إنه المحترفين وهنا تيجي بقى فايدة الاحتراف صنع الفارق مبارح طيب كلامنا مستمر معكم في السادسة نروح لفصل ونرجع لحضراتكم حارس المرمى نصف الفرق الكلمة دي الحقيقة يعني كلمة حقيقية جدا وأي فريق بطل لابد أن يكون عنده حارس مرمى عملاق والنهار دا معنا واحد من حراس البرتغال العمالقة الحقيقة يمكن كان حارس مرمى لسبورتينج لجبونا مع إجبيلية بشوف تجربة مهمة جدا لأنه بطل أوروبا بطل أوروبا موسمين متتاليين فاز مع فريق سبيا أو إجبيلية باليوروبا ليج 2013 و2014 حارس مرمى لبرتغال الدولي بيتو هو وظيفي في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس بداية طبعا أهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي وكل شكرا على مشاركتك معنا في السادسة شكرا جدا على الدعوة وبشكركم كلكم على تواجهدي هنا معاكم في قناة النادي الأهل يعني بس قبل ما بتدي الحوار معك أنا بيتهايلي أنت اللي كنت بتحرس مرمى منتخب البرتغال في المباراة الودية اللي كانت في إطار السعداد مصر والبرتغال لكاس العالم روسيا 2018 مضبوط كان مبارا مميزة أعتقد أنها كنت متواجد وقتها ولما دخلت ولما دخلت قدرنا أن نحن نحقق هدفين الفوز فبالتالي كانت مباراة قوية جدا مع المنتخب المصري وفاكر أن محمد صلاح هو اللي كان نسجل للمنتخب المصري وقتها وبالتالي كانت وقتها نقدر نقول أن المنتخب المصري في الوقت ده كان متحدي جدا بالنسبة لنا داخل أرض الملعب وقدر أنه يرهقنا وكان نسجله محمد صلاح إزاي شفت منتخب مصري إزاي شفت الكورة المصرية في المطش ده مين اللاعبين اللي لفتوا نظرك وإيه تقييمك هذه الشناوي اللي كان حرس مرمى مصر في المباراة دي تقييمك لمحمد الشناوي حرس مرمى المنتخب الوطني أعتقد أنه هو حرس مرمى زوجودة عالية جدا ويقدر أنه هو يأخذ رد الفعل السريع بسرعة باختيار مميز قوي بيقدر أنه هو يجاري حرس مرمى بنفس الجودة اللي موجودين هنا في أوروبا وبالتالي هو من النوعيات اللي ممكن نقول عليها حرس مرمى متميز في إطار المجال بتاعه أو المهنة بتاعته كحرس مرمى داخل النادي أو داخل منتخب مصر طيب هبدأ كلامي معاك الحقيقة مع نجم الكورة البرتغالية كريسانو رونالدو وبتالي أنت لعبت مع رونالدو لما كان بيلعب في سبورت انجليش بونا وأكيد لت طبعا لعبت معه وهو بيلعب في منتخب البرتغالي إزاي شفت صفقة انتقاله الأخيرة لفري الناصر السعودي وهل بتشوف إن هي دي المحطة الأخيرة لكريسانو رونالدو في ملاعب الكرة ولا بإمكانه العودة أو فيه احتمالية لعودته مرة تانية للكرة في أوروبا بالنسبة لي كريسانو كان لازال متواجب معايا أنه هو صديق وقال لي أنه هو كل اللي كان عاوز يغزوه أو بمعنى أصح أنه هو يوصله داخل الكرة الأوروبية ويوصله ولكن على صعيد آخر في قرية أسيا لأ وبالتحديد في المملكة العربية السعودية هي حقيقة واقع جديد تحدي جديد بالنسبة لكريسانو وفي رأيي أنه هي فرصة كويسة وجيدة بالنسبة له أنه هو يقدر يغزو أكتر داخل مجال كرة القدم أو يحقق أكتر لنفسه وينشر خبرته أكتر داخل الدوريات الأخرى وأنه هو يقدر يعلم التجربة بتاعته بمعنى أنه هو ينقلها لمناطق كتير في العالم ما تبقاش مقتصرة بس على أن هي كانت متواجدة في أوروبا للاعبه داخل الأندية الأوروبية وبالتالي بالتالي هو بالنسبة لي بالطريقة دي هيكون بيساعد الكرة في المنطقة كلها سواء المنطقة العربية بشكل عام أو منطقة المملكة العربية السعودية كبلد بشكل خاص أنا هتكلمك بشكل موضوعي أكتر يعني هل بتشوف أنه بمنطقة الصراحة هل بتشوف يعني مش كتير من عشاء كريستانو رونالدو هيكون مقتنعين بوجهة النظر دي أوي لكن هل بتشوف أنه توتر العلاقة بينه بين من يونيتد النادي بتاعه الأخير وبينه وبين تين هاج المدير الفني لليونيتد ثم بعد كده عدم مشاركته رغم متواجده في قيمة فريق منتخب بورتغال في كاس العالم لكن عدم مشاركته بشكل أساسي ده إلى حد كبير ساهم في وصول المرحلة دي أو ساهم في يمكن إقناع رونالدو شخصيا بأنه لا عليه أنه هو يدور على تجربة جديدة في مكان جديد أعتقد أن الطريقة اللي تعامل بيها منشستر يونيتد كإدارة وفي نفس الوقت برضو كجهاز فني ما كانتش الطريقة الأنسب للتعامل مع رونالدو في الطريقة اللي تمت في الوقت الحالي نقدر نقول أن أعظم اللاعبين في العالم كانوا على كافة سواء كلهم بيحترموا نقدر نقول المهنية أو التاريخ المهني لكريستيان رونالدو ولكن الطريقة اللي تم التعامل بيها معاه في مانشستر يونيتد ما كانش فيها الاحترام الكافي فبالتالي أنه هو مثلا بعد أنه كان يبدأ المتشاط يتبدل بعد كده يتحط على الدكة وما يكونش أساسي كل ده كل ده ما كانش بيساعد أصلا في أن المتشاط وقتها تتحل لأن ما ينفعش يبقى فيه لا غنى عن أن كريستيان يبدأ المتشاط ما فيش بديل أن كريستيان يكون بيوفر مكانه لما هو ما يبدأش فزي ما بقول ما كانش عندنا أو كناش شايفين وقتها حلول أخرى للفريق حقيقة أخرى تانية نقدر نتكلم عنها غير أنه هو الأهم بحكم تاريخه وبحكم خبرته فما كانش الطريقة هي الأحسن للتعامل معاه أتقال إن فيه يعني داخل صفوف المنتخب البرتغالي أسماء أو لعبين ما كانوش موافقين أو ما كانوش راضيين عن فكرة أن يكون كريستيان ورونالدو لي دور في مطولة كاس العالم الأخيرة إيه حقيقة الكلام ده؟ أعتقد إنه هو المتواجد في المنتخب البرتغالي ما فيش حاجة بس غير الاحترام لو هنتكلم معلش عن الموضوع دوت فأحسن اللاعبين البرتغاليين اللي بيتمضى منهم للمنتخب كلهم عارفين مين هو كريستيان ورونالدو فو عارفين إيه البطولة دي كانت بالنسبة له بتمثل كتير لأنه هي آخر كاس عالم ليه فبالتالي كان الموضوع مشابع وملئ بالاحترام المتبادل طبعا بين كريستيان وبين اللاعبين الأصغر وكان بيبقى الاحترام ده صدر من اللاعبين الأصغر أو حتى الأكبر في الفريق لتاريخه كريستيانو بيعمل دايما نجوان بيعمل أسستات وبالتالي فما كانش بيتم التقليل منه على عكس ما تم القول في الميديا وقتها دايما في وجود كريستيانو كان منتخب البرتغال من المنتخبات المرشحة والمنتخبات دايما قريبة من تحقيق ألقاب هل تعتقد بعد انتهاء مرحلة كريستيانو رونالدو هيفضل منتخب البرتغال بنفس القدرة وبنفس القوة ولا ما فيش نجم يقدر يعاوض غياب كريستيانو رونالدو في القريب العجل نحن دلوقتي عندنا واحدة من أحسن الأجيال في التاريخ في مجال كورة القدم على الإطلاق الجيل اللي بيلعب دلوقتي وبالتالي برضو نقدر نقول ان كريستيانو هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لعالم كورة القدم كبرتغالي وده بالتالي بيعني أهداف كريستيانو وجوده في الملعب بيعني أهداف بيعني أسستات ومعانا زي ما بقول جيل من الأجيال المتميزة فبنتكلم فان احنا البرتغال هتفضل دايما دايما بالطريقة دي وعلى نفس النصق والنمط ده مرشحة ومؤهلة حتى بعد كريستيانو حتى بعد اللاعب الأفضل في العالم كان ده آخر كاس عالم ليه البرتغال دايما زي ما بقول مرشحة وبتنفس بقوة في كل البطولات بأجيالها المختلفة برناردو سيلفا برولو فرناندز جواو فليكس مين الأقرب من وجهة نظرك لأنه يكون قائد للمنتخب البرتغالي في الفترة اللي جاي انا هحب بشمل واضيف في يوم كمان اسم كمان بالنسبة لي بس الأول قبل ما في اليوم في اليوم نفسه في اليوم نفسه اللي كريستيانو خلاص بطل في لابل المنتخب حابب اضيف روبين دياز مع برونو فرناندز ان هما الاتنين ممكن يكونوا مرشحين جدا ان هما يكونوا كبات من الفرق طيب بمناسبة بمناسبة انا عايزة سألك على كلاسيكو الحقيقة يعني بس قبل كلاسيكو احنا منتكلم على رونالدو في كلام النهاردة وبعد نجاح صفقة طبعا انتقال رونالدو للناصر السعودي في كلام النهاردة وتقارير بتقول انه ميسي قد يكون قريبا من الانتقال الدوري السعودي بعد عرض مغري جدا نتقدم ليه 350 مليون دولار في الموسم الواحد هل تتوقع ان يذهب اليوم ميسي للسعودية ما عرفش ما عرفش في الحقيقة ما عرفش بس ده في الاول في الاخر القرار لينيل ميسي دلوقتي دلوقتي هتكون بمثابة انفجار في عالم كرة القدم ان احنا نلاقي برضو نفس المواجهة تانية مرة تانية ميسي ضد كريستيانو نالدو وكريستيانو ضد ميسي ما حدش يقدر طبعا يقول بس هتكون ما حدش يقدر يقول القرار هيكون ايه في الاخر او يتوقعه بس لو حصل هيكون بمثابة حاجة رائعة جدا في عالم كرة القدم بالنسبة لنا هي المواجهة دي تحديدا صنعت يمكن من الكلاسيكو بين الريال والبرس على مدار السنين طويلة جدا المباراة الاهم على سطح الكوكب كله لكن خلينا اسألك ده برضو ما يمنعش ان المباراة بكرة مهمة جدا سوبر اسبانيا ريال وبرشلونة مين الاعراب من وجهة نظرك للفوز والتتويج من الصعب جدا ان انت تتوقع وتمونك ترد على السؤال ده انا عارف ان ريال مدريد ريال مدريد عبارة عن ان هي فريق متعود جدا متأقلم ومتمرس جدا في البطولات اللي من النوعية دي دايما عندهم حتى لما الاجيال بتنتهي او لما اللعيبة بتمشي من الفريق بالتدريج بتبتدي واحدة واحدة ان الفرقة تقوم على رجلها من تاني فانا شاف ان هي الاقرب لكن ما تقدرش تجاوب طبعا على مين هيفوز لكن لو على الاقرب ريال مدريد كنت من جيل دهبي واستثنائي حقا لفريق سيبيا بطلتين يوروبا ليج هي اليوروبا ليج اسهل من الليجة الاسبانية وازاي قدرت تتحاول انجاز ده في موسمين متتاليين انا اكسبت اربعة تلاتة مع اشبيليا وواحدة مع بورتو هي بالنسبة لي الكارير بتاعي كارير كويس جدا مشرف جدا منقدر نقول كارير غني بالبطولات ولكن اللي ساعد دايما كبيز ان هو عندي شيء اساسي هو الموهبة واللي زود اكتر ان انا حافظ على الموهبة دي طبعا هو الشغل الشغل الكتير لان في عالم الكرة بفضل الرب يعني الحمد لله لازم دايما تشتغل علشان تلاقي وهو دوة اللي كان بالنسبة لي بيتو الحارس الدولي البرتغالي وحارس طبع سبورت جليش بونا بورتو واسبية بشكرك شكرا جزيلا بكل التوفيق ليك وللكرة البرتغالية والنجومها الحقيقة يمكن مدرسة برضو مقربة من قلوبنا كم مصريين فاصل ونرجع نقابلكم انا الاول هتكلم بره الملعب اهم نتائج اللي ترتبط على تعادل الاهلي مع المصري هي هو كم الضغط اللي جاي على المهاجم اللي جاي النادي الاهلي اللي لم يعلن عن اسمه حتى الان ليه بقولي الكلام ده؟ لان ما تبص الجوة الملعب تبص على الكرة يعني انت كرة الاهلي كويسة جدا يعني مطش الخميس ده كانش عندك مشاكل في اي حاجة كل النواحي البدنية والفنية والمهارية والتيكتيكية احسن ما يكون استحواز واستحوزت خطورة وازهرت مشكلة الاهلي نختصرها كده ونختزلها في فكرة اللمسة الاخير شكاية بقول كان الله في عون المهاجم اللي جاي لانه هيجي في الظروف وفي توقيت صعب جدا صعب جدا فواحد مش مسموح له مش مسموح له ان ياخد فرصة للتأقلم والانسجان مش موجود عند جمهورنا دي الاهلي ومش مسموح له انه يتأقلم مع الفرقة ويخش بقى في معترك بطولات كبيرة جدا انه هو هيجي من الدار للنار يعني هيجي خش على العب كاس عالم مرة كاس عالم كده يعني ممكن ريال وممكن فلمينجو وممكن مش عارف يعني انت بتتكلم في سكيل تاني خالص وبالتالي دي اكتر حاجة ترتبط فجمول الاهلي ما عندوش مساحة التجربة يعني احنا مش هنجيب حد نجرب فيه لسه احنا خلاص جربنا لعبنا كل الالعاب وبالتالي احنا عايزين حد ما عليهوش غبار عايزين مهاجم يليق بنادي القرن يليق بنادي الاهلي يليق ببطل افريقي يليق بفريق بنفس على كل البطولات اما جوا الملعب مبارح بقى فالحقيقة كتحكيم وكاهدار فرص ده اللي هكلمنا عليه ضفنا النهاردة ونجمينا كابتن احمد عدل نقول له بس مساء الخير واهلا وسهلا بيك اشان دخلناها على الحالي كده مساء الخير يا بحمد نور الدنيا دايما من حلقاتي بستمتع بيها مع حضرتك نور الدنيا دايما بتدي معك بكاس العالم حاجة حلوة كده تفتح النفس وتخلينا كده متفقلين ونشوف المشوار بتاع الاهلي ان شاء الله اللي يبدأ يوم 1 فبراير شايف القرعة ازاي وشايف فرص الاهلي في البطولة دايما القرعة كده بتديك حسبات المشوار ماشي ازاي ممكن تعمل ايه ترهن على مطش ايه شفت القرعة بتاع كاس العالم ازاي اكيد ما فيه شك لازم نادي الاهلي او فريق نادي الاهلي او جهاز الفني نادي الاهلي يبقى محضر للبطولة كويس يعني بطولة مش جديدة وكالمعدات طبعا هو خير من يمثل الكورة المصرية في كاس العالم الانديا والكورة الافريقية ايضا والكورة الافريقية هل انت ايضا لا لديه فريق حقا انجازات النادي الاهلي يعني النادي الاهلي بقى متمرز بشكل كبير جدا في كاس العالم الانديا وده عند بعض اللاعبه لانت يعني الاجب حوالي 3 كاس العالم الانديا يعني حاجة مش جديدة على لاعبة النادي الاهلي او كوام الاساسي داخل النادي الاهلي ممكن تجربة أول مرة مع ميستر كولر لكن أنا بشوف أن سيستم أداء اللعب اللي هيلعب به ميستر كولر هي كرة سريعة جدا على مستوى كاس عامل أنديه تلعب أوكلند بتلعب الفرق دي كرتها سريعة جدا سرعة وقوة لكن أعتقد أن النادي الأهلي لا بيدي مرضوط كويس في كاس عامل أنديه وخصوصا كشكل التيم أو كمفاتيح اللعب اللي عند النادي الأهلي لا بتقدر تبقى منافس جيد أو خصم عنيد في كاس عامل أنديه أتمنى أن نشوف النادي الأهلي في الفاينان إن شاء الله طيب شايف ردود الأفعال إزاي بعد التعدل مع النادي المصري في مطش الأهلي الأخير يمكن حضرك حطيت إيدك على النقطة يعني أهم نقطة أهم نقطة أن أنت بتوصل كتير جدا لكن مهم أن أنت تحرز أهداف مهم أن أنت يبقى عندك فروت بمواصفات خاصة مواصفات خاصة أنا مش مطالب أن أنا مثلا كفروت داخل نادي الأهلي أنا ممكن يبقى مجهودي بشكل كبير جدا داخل التمنتاشر لكن إحنا محتاجين فروت اللي بالنصف فرصة يجيب جوه بص يا أحمد في حاجة مش طبيعية إحنا مجهزين لك كده شوية لعطات من المطش عايز أف يعني عندهم لأنه أنا متأكد أن الكهر دي له تعاق كل كرة أو كل فرصة النتيجة الطبيعية للمطش ده نتيجة العديلة للمباراة دي أربعة واحد أربعة أربعة واحد بمنتهى البساطة والسلاسة والسهولة اللي في الدنيا الشيناوي تعلق شال جون حقيقي من انفراد صريح للمصري ده جون يستحق النادي المصري لول أبراعة الشيناوي أما بقى الفرص التانية فجد لم يتعلق يعني حقيقة يعني جد ما بزلش مجهود إحنا اللي بزلنا مجهود في أن إحنا يعني ما نفنش الكرة بشكل كويس مع أني متأكد أن الكور دي لو قطيحت مرة تانية لعبدالقادر والشادي والشحات ومن قبله أفشة والشريف الكور دي لو تلعبت عشر مرات تسعة منهم هيجوا جور الوحيد اللي مش تجي جول هي بتاعة مطش المصري يعني هي اللي تلعبت في مطش المصري اللي احنا شوف نيها دي في حاجة مش طبع يعني القصة مش قصة إمكانات مهدمين لأنه عبدالقادر ما يختلفش عليه تنين الشريف ده هدف دول شادي جاي والناس مرهنة عليه بشكل كبير الشحات يعني مش النهاردة هنتكلم عن الشحات أو هنقيم الشحات ولا هنقيم أفشة فيبدو إنه لا فيه تفاصيل صغيرة إحنا ممكن كجمهور ما نبقاش فهمنها أو مستوعبنها لا أكيد ما فيه شكل لازم يبقى فيه بعض التركيز بشكل كبير جدا حتى فيناها لها جماعة إنت من نادي الأهلي من الفرق اللي مش هنقول مثلا كل ربع ساعة نص ساعة مثلا بتوصل للفريق المونية في سنتاج كل عشر دقيق أو كل خمس دقيق أو كل دقائق لا فيه كور مالغومة حلوة جدا ما أنا بقول لحضرك الكرة اللي عملها شادي وشادي وعبدالعادة معمولة كويسة جدا لكن إنهاء الهجمة كذلك ما حضرك قلت تعالنا نشوف كده تعالنا نتكلم وإحنا شايفين تعالنا نستعرض معاكم كانت سارجة كده شريط فرص الأهلي نبتدي الأول حتقولنا كرة أفشة وشريف كرة اللي أصيب فيها طب دي كرة أفشة والشحات يعني طبعا الكرة يعني وأفشة الحقيقة لعيب طماء يعني دايما لعيب طماء هنا بص إحنا عرفش بأفشة خد القرار اللي يباصي بصراحة ممكن لو نعكس الاتنين اللعيبة اللي بيجروا حسين كان هي بتصرفوا فيها أحسن من كده يعني لو حسين الشحات مكان أفشة ممكن عملها قبل كده في بطولة أفرقية واخد كرة من نص الملعب كان هيبقى وهو رايح تتكلم على جون الوداد اللي رأس فيه جون الوداد اللي رأس فيه وكان مفروض يلعبها الأفشة أم رأس تاني هي برضو هي راحت للشحات وراء سنة يعني برضو عشان ندي الشحات يعني مش بدي عذر بس يعني هي كرة راحت وراء سنة هو مرجح رجله بص الوراء شوي كرة كانت في ظهره هنا برضو دي كرة المصري لشارع شناوي براع شناوي علامي في الكرة دي هو الشناوي خضه في الانفراض يعني هو فوجأ بالشناوي قدامه فدي حاجة تحسب للشناوي لكن عايز تكلم على كرة بتتأفشة ان هو مليون في المية ان هو فكر تفكيرين ان هو يجيب جول وغير قراره في آخر اللحظة ان هو يلعبها لحسين عشان كنت تلعب بالشكل ده لكن لو لعبها صح لحسين طبعا دي كرة تانية فرصة من أفشة تفتكر إصابة أفشة كانت مأسرة عليه يعني فكرة برضو يعني دي كرة طبعا بتاعت عبدالقادر برضو انفراض صريح ملعوبة بشكل أكتر من رائع من شادي وعبدالقادر بس أنا بشوف ان هو لو حطها في زاوية لو حطها في مكان اللي فيه الجول ممكن نهايت كرة عبدالقادر دي تاني عبدالقادر لو تيجي من الزاوية الخلفية هو حطها في نص الجول لكن اولا وحطتها في زاوية من الزاوية يعني بس هو لعبها في نص الجول لو لعبها في البعيدة مليون في المئة تخش هي هبان من الزاوية دي من الزاوية الخلفية هي من الزاوية دي من الزاوية دي بس هو حطها في نفس الجول وحطها بالزبط في الحتة اللي وقف فيها هو لو حطها في البعيدة هتروح جول هي الزاوية دي هي لازم تتشاط فرستايم بصراحة يعني لو تسندت هتبقى صعبة قوي مالهاش غير انها تتشاط فرستايم بس بزاوية من يعني يمين أو شمال دي بعض الفرص اللي لازم لا في فرصة كمان في فرصة كمان لشادي وفي واحدة بتاعت حمدي فتحي في الستة والهد ودي أصلا حمدي نازل عشانها طب نقف هنا بقى انتوا جبتوا لنا اللقطات دي يعني اللقطات انا بس عايز نثبت الكدر على مكان لو نقدر نعمل فكس لا نعمل فكس على اللحظة اللي حصل فيها اعتداء جاد على محمد مجدي أفشان عايز اوري الناس مكان الوقع دي حصلت فين تمام الوقع حصلت برا 6 يار تمام القانون بتاع الكرة بيقول انه حصانة حارس المرمى حارس المرمى حصانته اللي هو لا مساس لا مساس لقى 6 يارد مده بتحرك برا 6 يارد بقى زي وزي اي لعب عادي مظبوط يا كابت نحمد الكلام اللحظة يقوله ده طبعا يعني بالزبط كده هنا حصل اعتداء من جاد على محمد مجدي أفشا استوجب يستوجب مخالفة مظبوط يا كابت نحمد مخالفة وطرد سنجده انزار لا لا انا مع احترامي مش عايزين نتكلم مش هنتكلم على التحكيم لكن وضع لا لا نتكلم على التحكيم ما نقول لحضر لا لا نتكلم على التحكيم لا اللي حصل مبارح ده لانه في مواقف في مواقف واضحة وصريحة لكل كابت نحمد وفي حالة استفزاز للاعبة الاهلي وينزاراته المبرر وللجهاز الفني النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي فبالتالي هنتكلم عن التحكيم خلاص يعني انا بص انا وذاتيا والله يقول عمري انا يعني ملتزم دايما فكرة انه لما اجي تكلم على التحكيم ابقى بتكلم كده يعني لانه يهمني نجاح التحكيم المصري والحكم المصري حتى وانا بتكلم على الشاشة قادة الاهلي لكن اللي بقى بيحصل واللي بقى معتاد خلاص يعني ما يستدعيش ابدا ان احنا ناخد اذا كانت الناس مش قلقانة على نزاهتها ومش مش قلقانة على سمعتها ومش غيرانة على سمعة التحكيم في مصر فبالأول احنا كمان مش هنبقى قلقانين ما هنا برضو يعني احنا بالنشط لجنة الحكام انه لازم يبقى فيه حكم على قد الحدث على قد حدث المباراة النادي المصري نادي كبير نادي الاهلي نادي كبير عايزين حكم على قد حدث المباراة على قد تحمل الضغوط في المباراة مش حكم بيخرج بقرارات عكسية مش حكم انت شفت ان افشة الجرحة عامل ازاي وعندك فار وعندك ان انت رجل واحد عشرين الفار مزهار الفار مبارح كأنه شاهد مزهارش يعني بجد يعني في ايه جماعة انا كحكم انا كحكم رحت الى افشة وهو كده فطبيعي لقيت الجرح ده يعني لقيت الجرح ده فطبيعي ان الرجل ده ضربه من غير فار يعني من غير فار ومن غير اي حاجة فطبيعي ان الرجل ده واخد بوكس في عينه تمام يستوجب عليه انا بشوف نطرد يعني بشوف نطرد بشوف نطرد بشوف نطرد بشوف نطرد لكن مرجعتش للفار قدامك الحالة مدامك الحالة هل مثلا الكرة اللي عوارته يعني الكرة اللي عوارته ولا إيه اللي عوارته وهو عوار نفسه فهي حالة غريبة وفي حالة تانية كمان كانت تستدعي طارد أعتقد عمر موسى لعب النادي المصري اعتداء أنا الكرة دي شفتها في 3-4 شهور الأخيرة أهي الكرة دي مزر الكرة دي شفتها في 3-4 شهور بمطولات مختلفة في أوروبا وفي البرمير ليج وفي نفس العالم نمار رجله اتكسرت كده كرة دي طارد مباشر كل اللعبات اللي أنا شفتها اللي شبه اللعبة دي فكرة أنه لاعب بالستدز بستدز الجزمة يدوس على أنك اللاعب تاني أو يخش على لاعب تاني بالطريقة دي طارد مباشر وهنا لو الحكم ما شفهاش رغم أنه الحكم ظهر في الكادرة حضراتكم شايفين بصوا يبعد عن اللعبة قد إيه وما فيش أي حد يوقف طريقه يعني هو شايف اللعبة بشكل واضح تماما وحتى لو الحكم ما شفهاش رغم أنه هو طبعا شفها أكيد فهنا الفار لازم يستدعي الحكم ويقول له فيه اعتداء يستدعي كارتة أخرى طبعا الفار على طول بيبلغه في الإيربيس أن فيه حالة هنا لازم تجي تبص عليه حتى لو أنت عندك شك أن الحالة دي مثلا فيها فيها لغط أنا الحكم بروح للفار بشوف هل تستحق كطارد أو لا ودي نفس الكورة اللي تصف فيها كريم فؤاد مش حايف كانت في مبارات سراميكا أو حاجة اللي أخدنا فيها ضرب الجزاء لا كريم تصف في بيراميدز في بيراميدز دخل دخل في رقبته باللستارز اللي عملها كان رمضان صبحي مع علي معلول وقلنا في نفس الحالة دي وعلى فكرة يعني مش معظم كل الاستويات التحليلية أنا شفتها قالوا أن الحالة دي كانت تستوجب طارد لرمضان صبح هنا كرارات دي بتأثر على سير مباراة يعني كرار طارد الشبه ده ممكن يأثر على سير مباراة النادي مصر يترد منه واحد فأنتيب عليك الأفضلية كرزة بتاعة محمود جاية ضرب الجزاء أو طارد هتأثر على سير مباراة احنا بنتكلم هنا على أن التحكيم يعني لما فيه نقاط بتضيع من النادي الأهلي هو بيبقى فيه أسباب وأسباب واضحة احنا مش بنتكلم مثلا أن فيه ظلم تحكيمي أو حاجة لكن دي أسباب وقرارات مهم جدا ترجع لجنة الحكام عشان كده بقول أن مهم جدا أن فيه بعض الحكام لازم ما تبقاش موجودة في مباراة النادي الأهلي هنا احنا كل الحكام واحد بس لازم حكم على قد حدث المباراة على قد نزام بقول لحضرك أقول لك حاجة بممتاز صراحة أنا وأنا بتفرج على مطشوط الأهلي أقول ما بعرف اسم الحكام لها حكام المباراة يعني في 90% مطشوط الأهلي ببقى الآن هو متوتر من التحكيم يعني ما بقاش فيه عندنا القاعدة أنك تبقى متطمن للحكام اللي بيحكم المباراة لا دي بقيت الاستثناء والقاعدة أنه بقى ربنا يستر وأعتقد أنه ده لسا حل معظم جمهي النادي الأهلي ولو قلت الجمهور لو عملت استفتاء رأيك أو استطلع رأيك أو استفتاء بين الجمهور وقلت لهم تحبوا مطشوط الأهلي يحكمها حكام أجانب ولا حكام مصريين 99% من 10 من الجمهور الأهلي يقول لك لا حكام أجانب ما هو ده لك وأنت أكلم حضرك شي أن دايما وحاجة تحسب لمجلس دورة النادي الأهلي ومسؤولين على الكورة داخل النادي الأهلي أنه هو ما بيروحش أننا دايما عايز حكام أجانب لا عندنا ثقة في التحكيم المصري عندنا ثقة في لجنة الحكام المصرية لكن كده التوجه هيروح أن أنت لازم تطلب حكام أجانب أنت شخصيا عندك ثقة في التحكيم المصري يعني أنا هنا مش بكلم بقى كأهلي يعني حاول تلعب دور المحيد وبص الوراء على المسابقة الدولة وتشوف حالة الصياح اللي حصلة من كل الأندية فيما يتعلق بمستوى التحكيم في مصر لا أنا كنت تتمنى أن يبقى أنت عندك 6-7 حكام نفس الليفل يعني نفس الليفل المستوى التحكيمي ده اللي أنا كنت أتمنى لكن أنت بتتكلم في مصر بدون ذكر أسماء حكمين أو 3 بالكتير قوي اللي هو تقدر تقول حكم على قد الحدث لو قلت لك 3 أسماء هي بأس سؤال صعب يا أبو حميد صعب هي بأس سؤال صعب بس أنا أقول لك من الحكام الجايدين جدا في مصر معدني طبعا درقم واحد يعني أنا بني الوحيد الحقيقة اللي بحس أن أنا قدام حكم أجنبي ده رقم واحد وممكن تقدر تقول كابتن الحنفي يعني في نفس الترتيب يعني ماشي نقرب شوية وندي كابتن إبراهيم نور الدين لا ترجمة لأ هنا نروح لفاصل ونرجع بقى أتفاهم مع أبو حميد في الستوديو ونرجع بعد الفاصل تعالوا بقى لللقطة دي ليه؟ لأنها ملعوبة وعايزك وأنت بتتفرج تركز جدا في ملامح حكم المباراة بص على شكل وشه بص على انفعالاته لأنها بتكشف كتير والأهم من كل ده إنك تفتكر مصطلح ومبدأ ومفهوم الاحتواء الاحتواء فاكرين الاحتواء هي اللقطة دي ما كانش ينفع بقى فيها احتواء تعالوا نشوف لقطة ما بعد نهاية المباراة من أولها ومن بدايتها ونحاول نقراها كده أنا وانتم ومعنا كابتن أحمد عدل خلصة المباراة صفر الحكم اتهت خلاص قصة حمدي فتحي بيتكلم مع الحكم ومجي عبد القادر وجي متولي في اللحظة اللي جي فيها يا محمود متولي طلع على طول الكارت الأصفر يعني بدون أي مبرر ما حصلتش حتى حوار بين الحكم وبين متولي أكتر من ثانية أو اتنين يستلزم إنه الحكم يفكر ونطلع عن زار طب ليه الإنذار ما راحش الحمدي فتحي اللي وقف بيتكلم مع الحكم من قبل ما متولي بص 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 يعني بالراحة بقى كده بص بص الإنذار فين متولي لسه ما جايش لسه ما وصلتش متولي لسه ما وصلتش والحكم بيحط إيده في جيبه يطلع الكارت الأصفر للمحمود متولي ده تحت أي بند وتحت أي طب إنت لو عايز تدي الإنذار دي الحمدي يعني المعلمة تقي لو إنت عايز تدي إنذار للاعتراض مثلا ده أنا أفهم إنه إنذار للاعتراض مثلا طبعا يبقى حمدي أولى بالإنذار أنت خلاص أنت مش شايف متولي خالص فأنت طلعت الإنذار دي الحمدي آه أسلا متولي إيه وليسه أعمل حاجات ده متولي لسه ما جايش والكارت الأصفر بيطلع لمتولي ما هو ليه متولي ما أنت برضو لازم تقف عند دي ليه متولي عندنا مرشط مهمة عندنا مرشط مهمة وعنصر أساسي فالموضوع لازم له وقفة أنا بصراحة لازم له وقفة يعني حالة يعني تهيالي أنه الواقع بتاعت المتولي دي كشفت حاجات كتيرة أنت ممكن تتهم الحكم بأنه مستوى الفني ضعيف أنه مش فاهم أو مش قاري أو مش حافظ قانون يعني قانون التحكيم أو إيه الموقف اللي أدي فيه إنذار وإيه الموقف اللي أدي فيه طرد واتعامل إزاي فيه وإيه اللي فاول وإيه بلالتي ممكن تقول ده كله فيما يتعلق بأحداث المباراة لكن بعد المباراة أعتقد الواقع دي كانت كشفة وبتثبت أنه كان فيه حالة تحفز واضحة وصريحة ضد الأهلي وضد محمول متولي عشان يتم حرمانه من المشاركة في مباراة الأهلي وإزا مالك ماتش اسموحة لجاية ما رويش علاقة بالأنزار التالت ماتش اسموحة متولي إن شاء الله هيكون جاهز فيه لكن الكارت التالت ده وأعتقد أنه الأهلي هيتحرك مع لجاية الحكام هيقدم تظلم عشان رفع الإنزار لأنه العقوبة هنا مش واضحة وميعملاش أي سبب أو أي دفع تستدل إن الحكم يشهر الكارت الأصفر في واجه عايزين نقول برضو إن كمتك أنت كحكم إن أنت تبقى زي ما حدك قلت تحتوي الموقف تحتوي الأزمات تحتوي المشاكل هنا هنا ردود أفعالك أنت كحكم ما يبقاش بالتهور ده ما يبقاش بالتهور ده لا ده أنا لو كملتلك الكرة دي نزل كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بيتكلم مع الحكم نديله إنزاره هل مش مدير الكرة أنه يتكلم مع الحكم لا مديله إنزاره كمان ده قبل ما يتكلم معه رح رفع إنزار لا هنا احتوائك للمشاكل دي أو للمواقف دي ما تستدعيش التصرف ده خد بالك إنه الحكم واحد من أهم عوامل خروج المباراة لبر الأمان مطش مبارح ده لو كان فيه جمهور في الاستاد كان ممكن تحصل مشاكل كتير جد هنا هنا متوتر ما فيش ثبات فعالي مش متزن على الإطلاق وده يعني حاجات من السوابت وانت بتكلم على حكم مباراة لازم يبقى متزن لازم يبقى عنده ثبات فعالي قادر إنه هو يتحكم فيه عواطفه قادر إنه هو يتعامل مع المواقف الصعبة لكن من الوضع طبعا إنه حكم مبارح يعني ما عندهش معداش عليه الكلام ده كله زي ما قلت لحضرك قبل ما نطلع فاصل كان مهم جدا إنه حكم يبقى على مستقل حدث مستقل حدث إنه مباراة كبيرة مباراة بين ناديين كبار نادي الأهلي نادي المصري وجود جماهيري بشكل كبير جدا سواء لنادي المصري أو للنادي الأهلي أعتقد إن كانت اللعبة هي اللي عليها الدور الأكبر عليها الدور الأكبر في احتوال حتى المشاكل ما عنديش شك ما عنديش شك إنه قرار خاطئ وقرار متعنت وقرار ظالم أقول فيه زي ما أنت عايز تقول وفيه سؤنية مبيتة أنا أكلم عن الإنذار بتاع متولي لكن ده لا يعفي متولي من المسؤولية أحمله جزء كبير جدا من الإشكالية اللي حط فيها الفرقة وأتمنى أتمنى إذا كان فيه شيء من العدالة والحياد وتكافأ الفرص إنه الإنذار التالت ده لأنه الإنذار غير مستحق على الإطلاق يترفع عن متولي أروح معك لمطش أسبوحة مباراة كاس سموحة ابتدى يفوق يعني كان متعسر بقلوه ويمكن أي 8 مطشاط مع كابتن طرق العشري سموحة طول عمرها فرقة محترمة يعني دايما فرقة تعمل لها حساب فرقة عندها لعيبة وفرقة بتلعب كرة صحيح في عدد من اللعيبة المؤثرة رحل عنهم الموسم ده لكن يبدو إنه هم استعادوا ذاكرة الانتصارات دمام حسام حسن مثل إضافة كان عامل مهم جدا في المباراتهم الأخيرة كذبوا بهدفين سجلهم حسام حسن ومبارات كاس ودي يمكن تكون ليها اعتبارات تانية كابتن أحمد شايف مطش سموحة إزاي وإزاي تلملم أوراقك بعد مطش المصري بسرعة عشان تلعب مطش التلاتة اللي جاي يمكن زي ما احنا بنتكلم دايما على مبارات الكاس ما بيبقاش لها توقع معين أو بيبقى فيها مفاجئات وده اللي لازم يبقى عليه حريص جهاز الفني النادي الأهلي واللعيبة إن دايما مبارات الكاس وخصوصا زي ما حدارك بتقول سموحة لسه منتعش بمكسب بعد تسلسل من النتائج السلبية مع بعض المشاكل داخل سموحة أعتقد إن هي مأثرة عتيم لمدار فترة كبيرة جدا ولسه ومازال فمهم جدا على النادي الأهلي إن هو يستغل ده يستغل إن ممكن فري بعض الشيء مش مستقر بين الإدارة والجهاز الفني في التصريحات طبعا مش مانص فرج عن الجهاز الفني والمشاكل اللي داخل النادي هو المكسب الأهلي هذا هو يمكن قد قبلة حياة الجهاز الفني لأن أعتقد أي نتيجة كانت غير المكسب أعتقد كانت تحت بقى نهاية العلاقة بين سموحة وكابتن طرق العشر بص حدارك لو دخلت في الكواليس شوية هتلاقي إن فين قسم في المجلس على سواء التواجد الكابتن طرق العشر أو رحيل ده مهم جدا إن ده أنا بشوف إنه هو ممكن يأثر على استقرار الفريق شوية وممكن يكون دافع يعني ممكن يكون دافع لأنك أنت بتلعب مع الأهلي في الكاس سمي فاينال فبالنسبة للفريق اللاعبين وجهاز فني نجحهم في تجاوز الأهلي في مبارازة دي يعديهم بكل المشاكل الصعبة ويفتح صفحة جديدة مع بقى الجمهور ومع الإدارة ومع كل حاجة فشجاء ممكن تبقى المباراة دي بالنسبة لهم دافع برضه يا سلاح زوحدين هيبقى فيه مشاكل في الفريق يا ممكن الدين يتمشي معهم كويس وأي حاجة أنا دايما بقول المكسب بيحل أي خلافات فممكن يبقى زي ما حالك بتقول إنه هو يدافع بشكل كبير جدا نادي سموح إنه هو يخرج من الأزمة دي لكن مهم جدا أن نادي الأهلي يكسب مهم جدا مكسب مهم تحقق الفوز مهم إن بعض اللعيبة داخل نادي الأهلي يبقى عندها الثقة ترجع لها تاني الثقة ترجع لها تاني ممكن أنا الثقتي كلعب مثلا فرود إنه أنا بجيب جول بيرجع لي الثقة في نفسي تاني أنا بصراحة يعني إما تيجي تبص المستوى لعبتنا في مطش المصري ما تقدرش تقول إنه ما فيش حد أجاد يعني سيب قصة الفرص المهدرة أنا بتكلم كورة بتكلم مستوى بتكلم لعيبة وقفة على رجلها في الملعب هاني معلول متولي ربيعة حتى لما نزل حسين الشحات يعني أليو ديانج لا في حاجات إيجابية كتير جدا يعني في حاجات إيجابية كتير جدا عودت محمد هاني للمستوى بشكل كبير جدا هاني الحقيقة بعله كذا مطشة كابتن أحمد لازم ياخد إشاهدة هزام الناس بتنتقد هاني في الفترات لما بيبقى مش مستوى لما يبقى بين عودة الروح وإصراره ورغبته في أنه يعني يقدم هاني بقدراته وإمكانات الحقيقة لازم ياخد حق هو ما يميز هاني برضو اللي احنا عايزين نحط إيدنا عليه إنه هو بقاله خمس ست مطشات لا بيقدم نفس الأداء افكر في أداءه عالي حتى من ناحية الهجومية هاني بقى مفتاح لعب للنادي الأهلي هذا اللي كنا بنتكلم فيه دايما إنه دايما هاني مهم جدا تبقى مفتاح لعب تضيف لخط هجوم النادي الأهلي مع الترابط مع حسين الشحات عودة جيدة جدا لحسين الشحات ممكن بعض الشيء وجود أفشة بيديك أفضلية بشكل كبير جدا حتى من بداية المباراة مهم جدا أن عبدالقادر يبدأ يعني يحاول يبدأ تاني لأن عبدالقادر أداءه بيفرق بشكل كبير جدا وبيلعب مع علي معلول عبدالقادر يبدأ أساسي شايف يعني كان سؤال من أسئلة الناس يعني هل برونو سافيو ما زال ميستر كولر ما نجحش في أنه يوظفه بالشكل الأمثل هل برونو سافيو محتاجه وقت أطول هل برونو سافيو ممكن يتغير مكانه لمركز ثاني يتباني فيه إمكانياته وقدراته أفضل من كده ولا برونو سافيو مجرد تبديل كويس لا برونو أنا بشوف وكنت بكلم في الموضوع دوت قبل كده أن برونو أنت متعقد مع رقم عشر يعني بيلعب عشر اللي هو ما كان قفشل اللي هو تحت الفرود ده اللي بيقدر يحرز منه أهداف لكن طول ما أنت بتطرف على طرف الملعب مش ده المركز اللي أنت هتاخد منه المية في المية بتاعته لكن لما برونو بيلعب عشر بيلعب تحت الفرود هتقدر تستفين منه بشكل كبير جدا بصير كويس بيعمل سروهات كويس بيشوت على الجول كويس قريب من الجول لكن عندك ورقة ربحة زي عبدالقادر لازم تبدأ بي لازم تبدأ بي وخصوصا أنت مع أي فريق لازم تاخد الأفضلية لازم تاخد المبادرة لازم بتنزل تفرد أسلوب لعبة لكن برونو لما هترف على طرف المطرف هتاخد حوالي 70-80% من أدائه لكن لما بيلعب عشر هو هيقدر يقدي في المكان ده بشكل جيد لكن برضو تديه منافسة بينه وبين أفشا لكن أنا بشوف أن الملعب ما يستحملش الاتنين يعني ما يستحملش أفشا وبرونو المهم جدا أن عبدالقادر لأو عمر الستارت وهو الكيميا اللي بينه وبين علي معلول من أقوى الجبهات على مستوى أفريقيا مش هنقول على مستوى مصر بس بيقدر يشكله جبهة جيدة وده اللي الدك الأفضلية في مباراة المصر تغييرة عبدالقادر لقينا في ترابط لقينا أن علي معلول بدأ خلاص يأخذ الحرية الهجومية وأن هو يقدر يطلع يبقى مفتاح لعب هنا اللي ما يميز النادي الأهلي أن أنت عندك مفاتيح لعب كتير جد ستة أو سبعة مفاتيح لعب لكن مهم تترجم ذا اللي تكلمنا فيه في أول حلقة لأن مهم الهجمات تترجم شكل كبير جدا لأن أنت هتلاقي نفسك كل دقيقة ثلاثة كل خمس دقيقة أنت عند مرمى الخصب ومهم جدا أن كل هجمات دي مع مفاتيح لعب التهنيجة دي بالمناسبة أنك تترجم يعني التهنيجة دي لما بتحصل على أجهة إيه يعني لما الناس تقول لك مثلا مطلوب من ميستر كولر يحل اللغة رتمة ده يحلوا ده معناه نفسي معناوي يعني يحلوا ده بتدريبات معينة طب أصلي يعني ما هو شريف هداف ما نعرف أنه شريف هداف أنا لسه أشوف شريف هداف شادي حسين هداف يعني أنا أتكلمك على ناس لعيبة كورة احنا شفناهم شفناهم بيجيبوا باليمين وبالشمال وبالشمال ومن ربع فرصة فبالتالي هي مش قصة هل ممكن مثلا المستوى تراجع هل ممكن فكرة أنه بقاله كتير بيدور على جول يعني يجيب جول يعني عشان يحل الضغط العصبي هل الجمهور عامل مؤسس يعني اللغة رتمة ده فين وحله إزاي من وجهة نظر حله بالتمرين التخصصي والتكتك يعني حله ونهاء الهجمات وده أكيد اللي مستوى كورة مرنهم عليه بعد المباراة الهدف دي موهبة يعني أصلا اللي بيجيب الجول ده اللي بيلعب في البوكس ده ده جفت من عند ربنا إحساسه بالسندوق وإحساسه بالتلات خشبات وإحساسه بتمركوس حرس المروة أنا عرف فراودة كتير بتجيب جوان وهي بضهرها يعني أو بيلف بالكرة هو عارف هو واقف فين وعارف الجول كيبر واقف فين وعارف التلات خشبات موجودة وبيشوتها بإحساسه في المنطقة فهي قصة مش قصة أنه تمرين هيزود البدني بتاعه أو يعني أنا مش أدر أفهمها هو تمرين التاكتك التاكتك أو طريق اللعب أو الحالات اللي جات فاكر الجول فاكر الجول بتاع السولية أهلي والزمالك ماتش الخامسة الربونة اللي عملها السولية ودخل شريف برجله الشمال عكس اتجاهها أبو جبل ده جول صعبة جدا يعني الجول ده مفعش تتمرن عليه ولو اتمرنت عليه ممكن ييجي وممكن ما يجيش فأنا أقصد أقول فيه جوال صعبة كتير جدا مثلا شريف كان بيسجله شادي مع سراميكا اللي كنت فرج عليك بيجوان حلوة جدا وجوان صعبة جدا فقصة مش قصة إمكانيات قصة قصة إيه ما أنا أقول لحضرك أنت لما بتبقى فرود وبيغيب عنك التوفيق بعض الشيء هنا مهم استعادة نفسك تبقى عاملة إزاي يعني ممكن غياب الأهداف عن بعض فرودة النادي الأهلي ممكن تفقده الثقة في نفسه شوي لكن مهم جدا أنه هو يمرن نفسه على ده يمرن نفسه حتى بعيدا عن الفرقة ويطلب من أي مدرب داخل الفرقة محتاج كوار عرضية محتاج انفراضات محتاج مهم جدا يشتغل على نفسه يشتغل على نفسه تخصصي لأنه النادي الاهلي بيوصل بتوصل لكن في مشكلة في النهاية في بعض الشيء مشكلة دي تمرين يعني دي تمرين أن أنا هتجيلي كرة مثلا في النحية دي هلعبها في العكسية هتجيلي مثلا في الحتة دي هلعبها بتشكل فلاني إنهاء الهاجمة نراحين اتنين على الجول أو اتنين على واحد كل دي تمرين تاكتيك أو تمرين تخصصي تما مسؤولية الجهاز الفني وده اللي أنا متأكد منه بمليون في المائة من الجهاز الفني اشتغل على ده اهي الكرة اللي كنت بتكلمك عليها صعب ده كون صعب جدا انك انت تقطع كده وتحطها برجلك الشمال دي رايحها بمنتهى ما فيهاش قوة خالص بس انت بتتكلم الفترة دي كان من احسن فترات شريف يعني بص هو اتحرك ازاي وتعقع كرة يا حالو فين ده على فكرة ابو جبل لو كان وقف ما نزلش مع شريف او ما راحش مع شريف كان صد الكرة خالي بالك انت كرة شريف دي الاحسن اللي اسهله انه هلعبها باليمين بالزبط ودي اصعب ان انت تجيبها بالشمال بالشمال صح فلا كان ما لازمه التوفيق الفترة دي يعني شريف كان ما لازمه التوفيق الفترة دي ممكن غياب انزوله ولا حضرك غياب الاهداف عن الفروت بعض الشيء ممكن بتفقد اللعب تثقة في نفسه شوية لكن مهم جدا اللعب دي تستعيد لانها هتفري مع الفرق يعني تفري مع الفرق حتى انها يسجل هدف دي هتفري معاه حتى هو بشكل جورجي والاهم كمان انتهي لي برضو احد من العناصر الضغط يعني اللي عيب يكلم فيها نفسه وانت اضرب ده طبعا عدد بمواقف زي كده كتير انك بتبقى رايح على بطولة كبيرة وعايز تبقى جاهز جاهز معنويا قبل فنان وبدانيا يعني حالة ثقتك بنفسك هدوءك اتزانك تركيزك في اعلى مستواته لانه عارف انه مفيش غنى عن شريف وشدي في كاس العالم بصرف النظر عن صفقات الاهلي اللي جاي لكن هم بالتأجيد هكون لهم دور في م Rio هما لهم الاولوية والافضلية يعني هما لهم الاولوية والافضلية ولازم برضي تحطف في حسبانهم ان انت مش هتوصل يعني مش توصل بالشكل وانت بتلعب في الدور يعني مش توصل كل شوية لجول يعني مهم جدا ان انت من نص فرصة تبقى بخيل عليها لازم تجيبها لان انت بتلعب انا بشوف انه اعلى level في العالم انت بتلعب كاس عامل اندية تمر كاس العامل اندية أن أنت تبقى حتى تأخذ ترجع ثقتك بنفسك أن أنت أنا أتوقع مع أول هدف لشريف أو شادي ثقتهم في نفسهما هترجع بشكل كبير جدا حتى هيفرقوا مع أداء النادي الأهلي في الناحية الهجومية ترتبهم مين يبدأ أخذ بالك برضو أنت فكرة مين يبدأ ومين يعني ينزل دي برضو إلى حد المهم من لغبط الحسابات شوية أكيد رجل دايما بيبقى محتور ممكن بين شريف وشادي لأن ده فروت جيد ومين يتحركوا بشكل كبير جدا عندهم سرعة وعندهم قوة أعتقد أن الأفضل يبقى أجهز يبقى أجهز من وجهة نظر الرجل لأن شريف أو شادي اللي يبدأ لا يعني هيضيفه لخط فروت النادي الأهلي أي حد يبدأ ما فيش مشكلة الأجهز لكن زي ما أقول لحضرائك المهم اللي حيقدر يحرز هدف هيرجع سكاته في نفسه تاني أكيد رأيك في صفقات الأهلي الجديدة اتنين جايين ما عندكم من مراوان طبعا وخلد عبد الفتاح مراوان عطي وخلد عبد الفتاح أنا متباعهم بشكل كبير جدا أنا متوقع أن هم أضافة للنادي لأداءهم حتى سواء مع نادي الاتحاد كلمني على خالد الأول بما أنه حتتك وأكيد أنت درسه بكرة متفرجة عليما أسموها طبعا بس يعني برضو نزلت كابتان أحمد في خالد أكيد برضو لا خالد أنا بشوف أن طريقته تتناسب مع النادي الأهلي تتناسب مع النادي الأهلي وزي ما كنا بنتكلم على هاني من شوية وأن هو يبقى إن شاء الله يعوض غياب بأكرم توفيق خالد من النوعية اللي مفتاح لعب مفتاح لعب عنده نزع الهجومية بشكل جديد أقرب لمين؟ ستايله وإمكانياته أقرب لمين لعب في الحتة دي قبل كده؟ في مصر ولا بره؟ لا عندنا أحنا في الأهلي الحتة دي طول عمرها فيها أسماء يعني جبابرة لا مش يعني ما فيش استايل مش استايل حد يعني إبراهيم حسن إسلام الشاطر بركات لعبها أحمد عادل أحمد فاتحي أحمد صديق هو راح لصديق شوي راح لصديق شوي ممكن ممكن مواصفات إحنا وإحنا بنلعب في النادي الأهلي تلاقينا كلنا قريبين يعني قريبين من بعض يعني ممكن في بعض الشيء هتلاقي كابتن إسلام الشاطر متميز بالكروس والتغتال عكسي هتلاقي أحمد عادل أحمد صديق مثلا بنيجي من تحت كويس هتلاقي بركات بيعمل فينش كويس فلا كل واحد لميزة خالد من نوعية سريعة سريع وهو بيجري بيعمل كروس كويس مهالي دي كابتن أبريم حسن يعني دي كابتن اللي هو إحنا تعلمناها منه كابتن أبريم حسن صديق منوانت زي وإنت بتجري بتعمل كروس فلا هو أتوقع أنه يبقى ضافة بجانب هاني في الجبهة اليومنا في النادي الأهلي لأ عنده سرعة وقوة وعنده نزعة هجومية حتى الفنش كمان بتاعه في الكروس بيبقى كويس فأتمنا بالتوفيق طبعا زي الدماروان عطية طبعا أتوقع أنه هيضيف مع خط وسط النادي الأهلي ومن اللعيبة اللي هي تمانية بتقدر تكمل على الجول وبتقدر تحرز أهداف نفس نوعية السلية كده نفس نوعية ديانج فأتوقع أنه هي بأضافة لخط وسط النادي الأهلي لكن وإحنا عاديين خليني أكمل كده بس وإحنا عاديين بطولة جاء لنا على الهواء نقول مبروك لك نقول مبروك لجمهور النادي الأهلي الأهلي يتوق بطلا لسوبر طايرة سيدات بعد ما تغلب على نادي الصيد بنتيجة 3-0 مبروك بطلات الطايرة مبروك لجمهور النادي الأهلي بطولة سوبر كده يلا على الماشي لاحست أننا أي برنامج مع حضرتك لازم يطلع بطولة لا مبروك طبعا وده حاجة مش جديدة على النادي الأهلي مبروك لهم طبعا وإضافت طبعا بطولة تأضاف لتاريخهم أكيد والتاريخ النادي الأهلي صحيح لا ده إحنا كمان العشرة يامل اللي فاتوا دول البسكت والطايرة يعني مدلعينها يعني ماشاء الله أخيرها طبعا فوز على نادي الزمالك رجال بعدما كانوا فوزنا عليهم بنتيجة طبعا مش عافقلوا هيصراحوا الفريق الحقيقة يعني طبعا ده شأن خاص بيهم بس يعني شايف أنه قرار قاسي جدا لأنه في النهاية دي رياضة يعني طبعا بنروح لمروان بسرعة أسمع من رأي عشان أنا عايز أختب بكريستو بس أسمع منك برضو مروان عطية مروان لا من اللعيب الجايدين جدا أنه هو بيقدر يكمل بيقدر يكمل على الجول بيعمل ارتداد سريع في نص الملعب لعيب صغير لا 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 لعيب جايد جدا أتوقع أنه هيديف مع نص ملعب النادي الأهلي كريستو وقا وده واحد من الصفقات لأنه دايما الجمهور الأهلي مركز قدام يعني إحنا كوننا متطمنين الحقيقة حتى رغم إصابة أكرم توفيق صحيح حتى محتاج حد يكون معهني في الحتة دي تحسبا لأي مشكلة طرقة لكن دايما كان شغل الشغل الجماهير هي الأسماء اللي هتتمثل إضافة لخط هجوم النادي الأهلي شاف كريستو إزاي وهل ممكن يكون لي دور في اللي جاية ولا من مصلحة كريستو ومصلحة الفرقة أنه ياخد وقته لا هو مش ياخد وقته بس يخش واحدة واحدة يعني تتوقع تشوفه في سموحة مثلا أو ياخد جزء من مطش سموحة ممكن ياخد جزء ممكن ياخد جزء من المباراة حسب نتيجة المباراة حسب نتيجة المباراة لأنه أي صفقة جديدة بيبقى المدير الفني حريص عليها أنه هو ما يدفعش فيها لفوقت مناسب بحيث أنه ما يحرقهاش لكن أتوقع حسب نتيجة المباراة ممكن يبقى لي دور لو دخل الـ 18 لعيب جاية جدا المنافسة هتبقى صعبة عليه بشكل كبير جدا لأنه زي أقول لحظة لك اللعيبة كلها جهزة مفتاح اللي عب اللي موجودة عندك هيبقى فيه من نفسه أتوقع أنه نخد لك فرصته كبيرة في كاس العالم يعني أنت عندك طاهر راجع من إصابة بيرسي تاو راجع من إصابة إن شاء الله يكونوا موجودين إن شاء الله يعني يكونوا جهزين فائقين يعني قبل مشاركتنا في كاس العالم لكن في النهاية برضو أكيد بتاخد وقت لغاية لما العيب يجيب فرميته اللي كان عليها قبل أي إصابة أكيد لطاهر وبيرسي تاو يعني لسه بتاخد فرميتك زي ما بنتكلم على أي صفقة جديدة بنتكلم على العودة المصابين أكيد يعني الراجل مش هيدفع بيهم في مباريات تقيلة كده لكن ممكن مع الوقت في مباريات ممكن في الدوري العودة من الإصابة دي بتبقى أسهل للعيبة المصابة أو لأي صفقة جديدة لكن في المباريات كاسر عاملان دي الراجل بيحتاج الأجهز اللي عنده انسجام شكل كبير جدا مع الفرقة بيبقى محافظ بشكل كبير جدا على قوام الأساسي أو مشاركاتهم ما بيغيرش كتير في التشكيل مهم جدا أن أنت ما تغيرش كتير في التشكيل بتلعب بنفس الطريقة بنفس التشكيل ودايما بتكلم مع مستر كورر هو دايما بيلعب بالطريقة المناسبة مع النادي أهلي 4231 وداي طريقة المناسبة وماشي حتى اللي بيلعب بيها مراكز يحتاج مازال الأهلي يحتاج لدعمها وأنا أعرف أنه جماهي النادي أهلي ما زالت تنتظر صفقات جديدة السكوات كله كامل بس محتاجين فرود فرود يجيب جول محتاجين فرود هدف يعني هدف زي ما قلت حضرك في بداية الحلقة من نص فرصة لازم تجيب هدف لأن ده أنا بشوف أنه هو ناقص النادي الأهلي ناقص النادي الأهلي محتاج فرود بمواصفات فيلافيو عماد متعب من نص فرصة خلاص هم نبقى متطمينين من الكرة دي جوك فده أنا شايف يعني ناقص الحتة الوحيدة اللي في النادي الأهلي لكن كل السكوات كامل كل ما فتح اللعب ما شاء الله بتأدي بشكل جيد مش هتلاقي أحسن من كده إن شاء الله بإذن الله نتمنى نرجع بسرعة وكل التوفيق فريقنا في مباراة سموحة الفريق يرجع مرة تانية إن شاء الله يستقنف تدريباته الساعاته بداية من بكرة كل التوفيق وانتابع معاكم إن شاء الله لحظة بلحظة ما بقاش فاضل كتير يعني سموحة مطشة قيل في قبل نهائي كاس عندنا بعده على طول الزمالك مش عارف بعد كده هتتأجل مطشات الأهلي ولا هيكون عندنا مطشات تانية قبل رحلة كاس في العالم لكن ما بقاش فاضل وقت كبير الأهم إن شاء الله نحن يستغل الفترة الإسبوعين دول كأفضل ما يكون عشان نكون جاهزين للبطولة الأهم بالنسبة لجميعنا دي الأهلي بطولة كاس العالم على وعسن حق إنجاز جديد فيها إن شاء الله في مواجهة الكبار فأشكر كابتن أحمد عائد إن شرفتنا والنوارتنا شكرا فضاء حارب لك بحميد على المطمين بتوع المصري إن شاء الله نم ورقنا بسرعة في اللي جاي إن شاء الله شكرا لك على وجودك وشكرا لكم على المتابعة بكرا إن شاء الله نتقابل حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكم